أحبوا بزميتنا وسيلة أبو لحيا اللي خيرت وفضلت أنه في تدبير منزليات تعطينا بعض الطرق من أجل الوقاية والعلاج لتشققات القدم على السريع محبا بك أكيد سبعة الخير لطفي سبعة الخير كم من السيدات اللي رامي تابعوا فينا اليوم إذن أنا حبيت نقول بلك تدبيرات اليوم وحدها الكوزينا وحدها قلنا نحن هدوع المكوين الأساسي اللي هو لفازلين بزافة السيدات يعني يطلبوا مننا وش نديروا بلافازلين أنا اليوم جبيت لهم تدبيراتي وحدها نبدأ بالكوزينا هي أول شي أوكي يلا إذن نشوفو هنا دائما نشوفوه وكان نشوفوه في النوافيد ولا في الشرفات تاع كما نقوله البيوت تاع البيوت نسيبوه الزيترة ولا الرند ولا شي حيرقوهم بالخيط ويعلقوهم بش نشوفوه في الهوة أنا غاد نير الرند وهدو محبيت نخمم لهم على فكرة بش يعني يستعملوهم كازينة وفي نفس الوقت حتكون هذه الأعشاب العطرياني يستعملوها كذلك في المنزل في الطبخ تدبير مهمة لأنه كثير من سيدات الزيترة يتحلوهم كل شيء صحيح وهذا النوع من الأعشاب يحتاج لهوة يعني ما يقدرون أن يخبوهش دون بواته ولا يحب لهوة إذن بجبال الربي في كل يعني كما نقوله قررته على الماء وقصوها كما راهم يشوفوه حاجة بزيار سهلة وممكن هنا سيدات تأخذين طوخشون مثل الفخوية أو يعني رسوماتها كما تظهر في الكوزينة كما تظهر في الكوزينة كما تأخذتها قماش عادي هكذا سنصنع به كيس من القماش كما هكذا أولا وجد السيدة قمت بتقطع إذا كنت تحديدها للزعيترة بإنسان تحديدها قصيرة لأنه لا يحدث لأخصان مع الزعيترة وعلى الرندة أو الشيح أو النعنع أو طوال إذن ما سنصنع هنا قمت بتقطع هنا سيدة القاروة تحتحتها وتقطع بإنسان كيف يأتي كيف يأتي يعني كيف تخدم هذه الكيس وماذا سنصنع هنا دعوة كما قصت وماذا تصل يعني نتخيط بإنسان لأنها تقصتها لأنها تكون ملاحة هذا المكان كيف يحصل به على هذا الشكل طريقة سهلة و بسيطة سهلة بالبزاف إيجا نأتي هنا ندخلوا لداخل هكذا شوفي ما سنغلف موالو يعني هي كم ترانسبارنسة في هذو كليموتي حيبان ونغلق هنا هكذا نقل على فمها هكذا وكذلك لن تشتش الغبرة هكذا ما نحنا يعني ممكن هنا ما ستخليهم يعني يقعدوا آفية يتنحي القماش تغسلوا تغسلوا هكذا سفا سيلي 13 هكذا شوفهم ثم نسقم وكين نضعوا هكذا هكذا نجيب هنا نحتاج للتزين 1 ربان هكذا حاشية حاشية هكذا وعلى حسب ذوق كل سيدة سيدة أكيد هم نربط هنا والسيدات لهم حضرت معنا 100 مليومة لكاميرا هكذا نربط طريقة عادية هم 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 نسقم بارك الربطة تاعي باش يجو لهم متساويين وبالمقص يعني نقص لهم شوية باش نديرهم متساويين هكذا هكذا هم هم هنا عندي أزهر ما زلنا مع الأزهر هم 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 في قصة تطلب ها اسم هم هم ه هم ا podcasts نضمها بارك شوية هنا حصلنا على تزيين هنحطوه هنا لداخل هنا أمزين نحافظ من خلاله على كل ما تحتاج السيدة في المطبخ من نباتات مجففة لتستعملها كبهرات وتعطي رائحة ونكهة للطعم هنحطوه هنا معهم هم 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 لدينا كبيرة وصغيرة وموين وصغيرة هنا نجوز المكون الأساسي اللي قلنا هو لافازلين هنا لافازلين تعنا على بنا بما تدبيرها حبثها تكون الموسم اللي رانا فيه موسم الشيتاء بزافتع السيدات على بل قارة ومراحين يوافقون للرأي أنه خاصة سيدة العاملة تخرج الصباح تكون دافية في الدار يعني في درجة حرارة معينة من بعد تخرج البرة يقابل هذا البرد القارص هذا التفاعل سيجفف البشرة إذن هذا الجافاف هنا سيدة ما سينتج منه ما هو معروف بالصر يعني هذه الحمورية والحروشية ستجي من هذا الجافاف البشرة يجف خاصة أصحاب البشرة الحساسة كذلك على مستوى شافتين ستكون فيه تشقوقات وقشور وطبعا نحن نسى هذا تسببنا إزعاج كبير هذوك التشقوقات والقشور لذلك هنأطيهم مصفة حتى رجل ينزعجوا صح 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 يجي رجل ونسحت الأطفال الصغار يعني إذن بمكونات بسيطة سنأطيها كيفاش تعالج هذه القشور وهذيك التشقوقات وكذلك الوصفة تانية اللي قلنا بزافتان إنساء كيتودة كيف كيف أصحاب البشرة الحساسة على مستوى الكعب يعني في القدم كيف تكون هناك تشقوقات وهذيك تشقوقات ما دخلناش نمارسوا نشاطتنا يعني بصيفة يعني نكونوا مرتاحين فيها لأنه في ألم السيدة وقفوا لسيدي وقفوا على الرجل وحاشا يعني إذن هذيك تشقوقات يسطروا عليه أنا يتاني جبت لهم وصفة باش يعني نعالجوا هذيك تشقوقات بطريقة طبيعية لأنه كان بزاف من السيدات قالوا لنا أنه استعملوا بزاف أدوية ومكاش نتيجة مهما كان يعني تمنتحها غالي إذن ورقة وقلم وسجلي معي المكوينة هنا قلنا لفازلين نسحق لفازلين تكون من النوع الطبيعي يعني خطر دوك أخرج لفازلين اللي بخفيم يعني فيها رائحة هذيك مايش تنفع لأنه ندخل فيها مكوين يعني واحدة أخر مشي طبيعي إذن نحكم لفازلين تايعين نبدو قلنا بالفم تشقوقات نحتاج ثاني إلى القرفة هذي بالنسبة قلنا لتشقوقات الفم والقوشور نحتاج إلى قرفة وفازلين إذن وش ندير مغرفة على الفازلين نحطها هنا بهذا الشكل ثم ندير الراس المغرفة تايع تايع القرفة وهذا قرصة تايع هذا ما كان يعني هنا أنا أفضل أن السيدة تستعمل لبرطة عمان يكون معقم ولا خطر هذي هي لا يوجد أن تفسد ممكن تستحفظ فيها لكي تستعملها يوميا كي يحمي البصرات الحون كي يخرجوا الصباح إذن ننسيه هنا كي ندخلوا مليح لكي نبتع القرفة مع الفازلين مليح هكذا نحصر على هذا الخالط هكذا هكذا نحصر على هذا الخالط هكذا نحصر على هذا الخالط لكي تستعمل المليح في الشافتين لكي تغلق هذه القرفة تغلق هذه التشقوقات والفازلين ستعطيهم نعومة وهذا بالنسبة لنا للشافتين كيف سجلي بالنسبة للتشقوقات للأرجل هنا كمية النشا الميزينة كيف مكون يعني لفازلين وشيح ندير لكن هنا سمعني مليح مغرفة مع مغرفة تعنشا يعني إلا دارت مغرفة كبيرة يعني نفس المقادل تدير مغرفة كبيرة تعنشا وإلا دارت مغرفة صغيرة تدير مغرفة صغيرة تعنشا لكن كيف نفضل أن نديرها في دونزينبو خطر هذا علاج يومي لمدة أسبوع في الليل ستدوم عليها السيدة والسيد اللي عنده هاد قلنا التشقوقات على مستوى الكعب إذا نديره مغرفة ونجيب ثاني مغرفة تعنشا ها مغرفة يعني مغرفة الهوال ومغرفة حجة صغيرة هنا نشاء وش حد للطفي هادوك التشقوقات عليش يجفوتاني لأنهم يكونوا يابسين يكونوا يابسين فبذلك هنا كيف كيف يفضل نحططيهم النعومة اللي قدمت على الإنسان ونشا حد تغلق هادوك التشقوقات فوالا إذا شوف هنا معي هكذا وش حال كيف المدة لإستعمال هذا الخنفة أسبوع مدة أسبوع كامل كل إلارة يحذرها السيدة هنا وش ندير تجيب هنا سيدة شوية لفازين ونشا وتطلي على هادوك التشقوقات ترقد بيهم نعم ما تنصحيهش تغلف هام ولا هنا وش حدر السيدة بينسوق ممكن تنوض يعني تروح تمشي في القاعمة هنا حيتروح لفازين مرجلها وتلطخ بها الأرض لأنه لفازين دونية إذا هنا تدير جورب خاص يعني لهذا العلاج قاشر حشيكم قاشر حشيكم كامل الله تأخذ جورب تدير الجورب تلبسوا على رجلها كل ما تطلي هاد الخاليط هدايا لمدة أسبوع هكذا باش يلحب تنوضم الفراش وكي ترقد مايش راح تتلطخ فراشها والأرض ديالها وتخليه للخلطة وتخليه للخلطة تكتب تقشيرها حشيكم للخلطة لا يعني هادهما ولفازين يعني سراحة فيها بزيال ثوائد يعني احنا هذي نقطة من البحر برك وكذلك صباح كيد نوض تقدر لفازين تحدها تديرها عادية باش كيد خرج راي راح تحميل بشارتها قبل ما تماكيي سيداتي ديري لفازين شو فيه وشك من في يديك خطر كان يجيهم السرطاني على مستوى ليدينته هنا راي رايح تحميل بشارتها إذا كانت هذي هي النصائح تاع فقرة اليوم نقول لك أقعدوا أو فيها وحنا يرى نحن نجاوبوا عليك الأسئلة خطر كي نقول لكم ما تجاوبوناش شعني كامل احنا لا الدليل على هذا الوصفات لنا نعطيها لكم والتدبيرات هما الدليل على الإجابة إن شاء الله فهنا أنتم أقعدوا أو فيها شكرا بربو عليك وسيلة لك صحة حبيت لهذه الأفكار إن شاء الله أنتم ثاني مشاهدين تكونوا حبيتوا هذا التدبير لمدتها لكم سيلة على السريع